دكتور مصطفى الفئي سكرتير الرئيس السابق مبارك للمعلومات وسفير مصر في فينا من قبل والسياسة المعروف يعني خرج مؤخرا بقول على أن الإخوان صناعة بريطانية صنعتها بريطانية ومولاتها بريطانية وأول تمويل للإخوان كان من بريطانيا فما قصة هذه التصريحات أو هذا الكلام هل هو يصح فعلا أم لا وما موقف مصطفى الفئي أساسا من الإخوان من قبل موقفه العلمي ثم موقفه السياسي هذا ما نتحدث عنه من الشيئة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سنة رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد الدكتور مصطفى الفئي يعني طامح منذ فترة لإرضاء السلطة بأي شيء ويعني يشعر أن منصب مدير مكتبة الإسكندرية هذا منصب قليل عليه طموحه أقوى من ذلك وبنفسه تحدث من قبل وقال نحن جيل نسمى جيل الميزانين لا نحن البضروم ولا نحن الضر الأول يعني يقصد أنهما جيل مظلوم يقصد نفسه تحديدا يعني ولذلك حاول يعالج هذه المظلمة التي يشعر بها بالتملق للسلطة الحالية فرأيناه طبعا يعني في محاضرة له مقططع منها جزء يقول أن الإخوان المسلمين يعني صناعة بريطانية صنعت الإخوان المسلمين التي صنعتها بريطانيا وإن أول تمويل جاء من بريطانيا من مقر شركة قناة السويس وأصل الشيك وصورته وكذا وكذا إلى آخر هذا الكلام الذي يعني وقال إنهم جماعة إرهابية وكنت حينما أذهب إلى بريطانيا يقول لهم أنتم تدعمون إخواني يقول لا ويقولون هم جماعة إرهابية يقول لهم لم يثبت أبدا أنهم مرسوا الإرهاب أو العنف إلى آخر الكلام الذي يعني هذى به مصطفى الفئي ليه بولن هذيان لأنه مصطفى الفئي يكذب مصطفى الفئي نفسه مصطفى الفئي سنة تسعة وتمانين تسعين على ما أذكر مجلة منبر الإسلام التي تصدر عن وزارة الأوقاف صدرت في عدد وكان له محاضرة لم تنشرها الصحف نشرتها مجلة منبر الإسلام وكان وقتها سكرتير الرئيس مبارك للمعلومات وكان عنوان لمحاضرة هكذا الإخوان المسلمون قدموا وعيا مستنيرا للعالم أنا لا أنسى هذا لنصورة مصطفى الفئي على الغلاف المجلة والعنوان على الغلاف وداخل الكلام كلام عن وطنية الإخوان وأفكار الإخوان وسلمية الإخوان هذا كان كلام مصطفى الفئي ثم له من قبل كتاب عن تجديد الفكر الديني أو الفكر القومي والديني كتاب صغير يعني لكن أصدرته دار الشروق ثم طبعته مكتبة الأسرة التي تصدر تحت رعاية السيدة سوزان مبارك زوجة مبارك ومن مؤسسة رسمية حكومية فيها مبحث عن موقف حسن البنة والإخوان من الوطنية والقومية وأشاد إشادة هائلة بالإخوان وموقفهم إذن ده موقف مصطفى الفئي العلمي المحايد المنصف الذي كان محايدا نتكلم به الوثائق والأدلة لكن مصطفى الفئي تعرض بعد ذلك إلى لا يقول انتكاسة لكن الإخوان دائما يذكرونه بعقدة هو يعيشها عقدة أنه مزور دخل مجلس الشعب بالتزوير في انتخابات معروفة حينما زورت الانتخابات في دائرة دمنهور ضد النائب دكتور محمد جمال حشمت لصالح مصطفى الفئي والتي خرج حوالي مش عارف كم مئة أو كم عدد من القضاء اللي هم مشافين على اللجان قالوا يعني الدائرة صاحبها الحقيقي هو دكتور محمد جمال حشمت وخرجت رئيسة اللجان المستشارة أنه هزيني آنذاك وأصدرت بيانا وقالت أنا كنت متخيلة الإخوان بمصدومية بالكذب وإزاي عاملين هيجة أهوجة وهيصة وهم نجحين يعني طب هو نجح ليه يعمل كده فبتقوله يا لكن فوجئت أني الكلام حقيقي وأعلنت النتيجة أن مصطفى الفئي هو الناجح وخد الكرسي وراح وحضر مجلس الشعب مقعد في البرلمان لرجل سياسي لوذى التاريخ بالتزوير ويعلم أنه بالتزوير يعني استحل حراما يعني فمسألة يعني لا يمكن أبدا وظل مصطفى الفقي يعني المسألة دي مزعجاة في كل حتة وعملاله يعني تعويره فخلاص استورى بعد ذلك بابية التعوير فتفضل دايما أنه عنده عقدة الإخوان في هذه المسألة طب هل الإخوان فعلا صناعة بريطانية هذا كلام كذب يعني مرة أذناب النظام يقولك لا الإخوان صناعة أمريكية ويطلع كتب بكده ويقولك لا دا الإخوان صناعة بريطانية طب إزاي الإخوان صناعة بريطانية وسنة 51 كل الكتاب القناة اللي حاربوا في المقاومة السرية وكتب في ذلك الأستاذ كامل الشريف الإخوان المسألة في القناة وكيف يرصد الإخوان الإنجليز 6000 جنيه سنة كام؟ سنة 51 لرأس محمد فرغلي رئيس كتاب الإخوان المجاهدة والذي ينشر ذلك الأهرام المصرية اللي ليش إخوان وتجري حوارا معه وفتحت عنوان من مخبائه السري إذن كلام هرتله وحينما أرادت الإخوان المبريطانية أن تطلع على أفكار الإخوان لو مؤسسة يعني أرسلت مراسلا يعني باحث من المخابرات اسمه هيورث دان وكتب كتابا يعني وظل يدرس الإخوان من سنة 40 إلى سنة 50 في مصر وكتب كتابا في ذلك وتزوج ممثلة مصرية ليسهل الأم وأعلن إسلام بالموراة يعني وحسن البنة كان اكتشف من أول لحظة نوة يعني جسوس وكان يعطيه معلومات الخطأ ولذلك كتب في كتابه صدم الإنجليز أن المعلومات التي نقلها هذا الشخص أنهم لن يحاربوا في فلسطين وفوجب أن الإخوان حاربوا في فلسطين لو كان الإخوان صناعة بريطانية لماذا ترسل الإخوان بريطانيا جواسيس تريد أن تقترق الإخوان ثم لا تعرف موقف الإخوان من الحرب في فلسطين ثم حارب الإخوان في فلسطين وفلسطين معروف أن تسلمت لي الصهاينة من الإنجليز يعني كيف يعني بسألة طبعا لكن هرتلة هرتلة خرف هرتلة يعني مش هنسأول أي تعبير أخرى يعني أيولا كاصلي أول شيء كان طبعا واللي كتب عن الشيء أن أخذت كتبرع لمسجب ينشئ الإخوان في الإسماعيلية حسن البنة والذي كتب في مذكراته سنة 1946 واللي كتب المعلوم ولا ما يكون يعلم أحد من المعلومة لو كان ده واوة ولا تعويره على رأسه لماذا يكتب حسن البنة؟ كتبوا أن ده تبرع وأنه استأل التبرع لأنهم تبرعوا الكنيسة ولا الكنيسة يهودية بمبلغ أكبر من كده فلماذا المسجد أقل؟ ثم يقولك ده من مين؟ من شركة قناة السويس اللي هي شركة مصرية سرقاها الأجانب يعني مش مثلا حاجة حقهم فلا إبداع عمالها إنما ده التصور اللي فيه ذهن مصطفى الفئي طبعا بهذا الكذا هذا كلام فارغ يعني من كتب عن هذا الأمر؟ أول من كتب وحسن البنة نفسه ولم يكتبهم باب تعويره في رأس لا حقيقة في أن كيف يفرقون في التعامل وكيف بني المسجد يعني ولم يضع فيه جايب ببل بناء مسجد فإزاي تقولي إذا خلصت ما تطلع الباقي البريطانيا بعد سنوات بتفرج عن الوثائق ما تطلع لنا مصطفى في وثائق بريطانيا في إن الإخوان تأسس سهلة مصطعبة يعني يعني كل من كان عميلا أو جسوسا أو كذا بعد خمسين سنة الوثائق بتطلع ما أسهلها يعني وهات كلام السفارة البريطانية في القاهرة عن الإخوان طوال هذا التاريخ فكل هذه الأسف هرتلت يعني كمصطفى الفيك العادة ولو هرتلت أخرى في قضايا دينية لعلنا نتحدث عنها بإذن الله تعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم اللهم أمين أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته